الأمم المتحدة تدعم جهود حمدوق للتواصل مع قوى الحرية والتغيير الدكتورة سلمة عبدالجبار تترأس اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي والهلال يواصل تحضيراته الجادة بالجوهرة الزرقاء استعدادا للمنافسات الافريقية والمحلية نشرة الأخبار من قناة الهلال الفضائية معكم فيها محمد السعود وإلى تفاصيلها إذ أكدت الأمم المتحدة دعمها لجهود رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوق للتواصل مع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأوضحت أن اتفاق 21 من نوفمبر مثل خطوة أولية للأمام باتجاه الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي المدني هذا وطلبت الأمم المتحدة السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة وجدة لإعادة تأكيد الالتزام بالإعلان الدستوري وتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى نظام ديمقراطي مدني ونشدت الأمم المتحدة والسلطات بالإفراج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر وبضرورة حماية المتظاهرين بغية نيلها للقبول المحلي والدولي ولعرض مزيد من التفاصيل حول دعم الأمم المتحدة لرئيس الوزراء أرحب بضيفي عبر الهاتف بأل أستاذ يوسف حمد النيل المحلل السياسي أستاذ يوسف أبدأ معك سؤالي مباشرة من خلال دعم الأمم المتحدة لجهود رئيس الوزراء دكتور حمدوك لتقربة الفجوة والتواصل ما بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة كيف تقيمون هذه الجهود؟ سلام عليكم وعليكم السلام أفضل أولا نترحم على الشهداء الذين خططوا منذ الثورة ديسمبر المجيدة ونقول ربا يتقبلوا إن شاء الله سعيدين وأن يشفي الجرحة عموما وأن يخرج السودان من الوهدات الفياسية والقصابية والاجتماعية وغيرها التي تأثرت منذ الثورة طيب بالنسبة للموضوع بتاع الضغاء الضيد أو تقريبه بتاع النظر بين عايزة الخطلة المتشاتفة لقد أن كل قطلة يعني سريد تجيير المواقف لصالحها باعتبار أن اللجان المقامة لهم مطالب تختلف شكلا مضمونا عن مطالب الأحزاب السياسية التي تطرح نفسها كمنظر أو كمطالب لمسألة الديمقراطية في السودان جانب آخر الشباب هؤلاء ليسوا محذرين بكل تأكيد هؤلاء شباب يريدون دمقراطية دون أن يكون هناك تدخل من الأحزاب نحن في السودان في الفترة التي عقبت ثورة ديسمبر تجزأت الأشياء يعني الناس أصبحت جزر مختلفة أو جزر معزولة الأحزاب بنت لنفسها ما يعرف بالقوى الفرية والتغيير هناك جسم كان متحدث رئيس قبل أن يسقط نظام الإنغاز السائق كانت هناك ما يعرف بالمهنين جمع المهنين ظهر الشباب هو الفعل الحقيقي على مستوى الشارع أستاذ يوسف هل لك أن ترفع صوتك لكي أستفيد من قدر التحليل الذي تقدمه طيب أنا أقول بمتلك في الأول الأخير أنه في الأول الأخير طيب في الأول الأخير أنا أقول أن الشباب السودانيون الذين خرجوا في ثورة ديسمبر المجيدة كانت لهم مطالب تختلف شكلا ومضمونا عن الأحزاب باعتبار أن هؤلاء شاب ليسوا محزبين طيب هناك ثلاثة قتل في الساحة السياسة السودانية اللي هي الحرية والتقيير بعد اختلافاتها وانشقاغاتها الكثيرة هي تعتبر قائمة بذاتها لأنها تنضوي تحتها أحزاب وهناك جزء من حركات المسلحة والآن حمدوق أصبح بعد توقيع مع الفريق البرهان في الاتفاق المشهود الأقرى هذه قتلة أخرى وكذلك الشباب الذين يعرفون فيه لا اختلاف في هذا المشهد أستاذ يوسف أنا أود أن تعطيني رأيك حول موقف الأمم المتحدة وهي تدعم رئيس الوزراء في تقريب وجهات النظر ما بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقومة هذه الدعوة مرفوضة من عدد كبير جدا من الشارع السوداني الدعوة التي طرحتها الأمم المتحدة بغرض تغريب وجهات النظر بين السيد عبدالله حمدوق والشباب الموجودين الآن على الشارع هذه الدعوة وجدت رفع واسع من كثير من المنطقة ما هي الأسباب التي أدت لهؤلاء الشباب لرفض هذه الدعوة؟ باعتبار أن هذا تدخل في الشأن السياسي هذا تدخل في الشأن السياسي مباشرة ليس من الممكن أن تكون هناك جهة تملي على السودانيين ما يريدون جبل السودانيون على المصالحات اتداء من المشكلة التي تواجه في القبلية يلجأ الناس إلى العقلاء القوم ويقومون بتقريب وجهات النظر حتى يورب الدية وما شابها ذلك الآن نحن نحتاج إلى حكامات وليس لأمم المتحدة بكي تقريبوا شأن السياسي قبل أن أذهب إلى الاحتياج لتكملة النقاط في هذه القضية إذن موقف الأمم المتحدة ما هو مغزاه من وجهة نظرهم هم؟ هذا اتجاه الأمم المتحدة في الوقت الراهن يدل على أن هناك إملاءات إملاءات غربية حائقها هي الأمم المتحدة يعني الدول ما ستطلب مجتمعة أو ما كل دولة ستطلب أشياءها بذاتها إنما يتخذ الأمم المتحدة كثاتر باعتبار أن كلمتها جامعة والآن معين شخص من قبل الأمم المتحدة كبعثة سياسية بقيادة الألمان الذي ينشط في هذا الكلام لكن سيد يوسف الأمم المتحدة كان لها مواقف كثيرة جدا منذ أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر والمجتمع الدولي وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة كانت تثني على هذه القرارات لأنها كانت تصب في مصلحة التحول المدني الديمقراطي لماذا هذه المرة أخذ هذا الموقف بأنه تدخل في الشأن السوداني لماذا كانت هناك إثناءات على المواقف السابقة إذن؟ لأنه فيما سبق من تدخلات الأمم المتحدة هو أصلا خطأ أنا أعتبر أنه من أتى بالبعثة السياتية إلى السودان هو خطأ طبعا خطأ يعتبر خطأ التأريخي واحد اثنين التغيير بشعة النظر أو مكان تطرح الأمم المتحدة في سارغ العهد والأوان لم يكن بهذا تدخل الذي يعتبر لماذا كان هناك قبول وإثناء على بعض المواقف التي قدمتها الأمم المتحدة تجاه الأحداث الأخيرة في السودان؟ هذه الدعوات خرجت من بعض الأحزاب يعني هما مجتمعا خرجت من بعض الشخصيات لا نستطيع أن كل السودان أثنى على ما اتخذت الأمم المتحدة من قرارات أو حتى من مبادرات هذا ليس صحيحا الأمم المتحدة جميل أتحدث الآن عن قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة عندما حدثت خطوة القائد العام للقوات المسلحة في أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر كانت هناك تصريحات ومواقف للأمم المتحدة وجدت الثناء من هذين الطرفين حاولت هذه البيعثة السياسية وأن تقرب بين وجهات النظر والدل على ذلك حاولت أن تقرب لكن فشلت في كثير من المبادرات التي طرحت أثناء الأزمة قبل أن يوقع السيد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء كانت البيعثة تنشط في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتشاكسين أي المجلس العسكري بغزر الفريق أول عبدالله فريق فرهان والسيد الدكتور عبدالله حمدوك لكن في الأخير كل هذه فشلت الدليل على ذلك حديث الفريق أول البرهان الذي أثنى على قائل ثاني الدعم السريع أنه هو الذي استطاع أن يجعل وجهات النظر مقربة بين الطرفين هذا يدل على أننا كسودانيون نستطيع أن نخرج من أي إشكال يقع بيننا ونستطيع أن نطرح مشاكلنا على السحر أضرب مثل بسيط حدثة أزمة في إبان عهد الرئيس الراحل رحمة الله عليه جعبر محمد نيري في مطبع السبعينيات أدت الاختلافات السياسية وتشاكسات بعد أحداث المتزرة 76 وما قبلها من حسن الجزر أبا أدت في يوليو 77 لما يعرف في اتفاقية المبادرة الوطنية الكفة كل حولها السيدانيون رغم اختلافة لبعض الناس جميل الآن وبإجاز سيد يوسف كيف ترون مطلوبات الأمم المتحدة وهي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة لالتزام بالإعلان الدستوري وناشدت السلطات بالإفراج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين والمحتجزين وبضرورة حماية المتظاهرين كيف تعلق؟ أنا أجيك لهذا بمدر المساعد ذكرت لقى بقليل بتاع 77 أجيك لأن المطالب السياسية في سؤال هي هي وهي أخرى كافة المعتقلين السياسيين أنت تريد بناء ثقة أنت تريد بناء ثقة بين كل الأطراف يجب فعلا أن يطلق كافة السجناء السياسيون واحد اثنين يجب أن يكون هناك استكمال للهياة للسلطة في المرحل هذه في وجود برلمان يشرع ويستطيع أن يضغط على الضرفين باعتبار أنه هو الجسم الذي يبط كل هذه الحلقات المفرعة نحن مشكلتنا الآن هذه هيات التي لم تستكمل والمجلة التشريعية التي تأخر كثيرا نحن نريد أن يكون هناك سودان معافى سليم صحيح الشباب لهم دور رائد وهم أكثر من 65% من قوام الحبطان شكرا جزيلا السيد يوسف حمد النيل المحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف في هذه النشرة شكرا لك أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعمه المستمر تجاه مسار الانتقال والتحول المدني الديمقراطي بالبلاد جاء ذلك لدى لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السيد روبيرت فاندول هذا وقدم رئيس الوزراء خلال اللقاء شرحا للخطوات الحالية التي يتم تنفيذها من الاتفاق الإطاري والتي تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستمرار العمل لحماية المظاهرات السلمية وعدم التعرض للمتظاهرين ومراجعة القرارات التي اتخذت منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر كما تناول الاجتماع عملية التشاور حول الإعلان السياسي المذكور بالاتفاق الإطاري والذي على أساسه سيتم التوافق بين مختلف قوى المجتمع السوداني الفاعل وبموجب هذه التوافقات يجري تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة التقنقراط القادمة ترأست عضو مجلس السيادة دكتورة سلمة عبدالجبار بالقصر الجمهورية اليوم اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بحضور ممثلين لوزارات المالية والزراعة والري والبنك الزراعي وبنك السودان ومصر في المزارع وقال المهندس بابكر عثمان عضو لجنة العليا إن الاجتماع ناقشت تحضيرات الجارية للموسم الزراعي الشتوي لا سيما توفير سماد اليوريا والذي سيتم توفيره قريبا للمزارعين ناقش الاجتماع أمر السماد اليوريا والحمد لله الاجتماع طلع بمخرجات ممتاز إن شاء الله حيكون فيها أسر كبير على الموسم الزراعي في ترتيبات تمت فيما يلي السماد إن شاء الله سماد اليوريا حيتوفر للمزارعين إن شاء الله بكرة حتتحسم الأمر بصورة كاملة ناقش الاجتماع أيضا مشاكل الريف في مشروع الجزيرة التزمت وزارة المالية بسداد مستحقات وزارة الري عشان يتم تأهيل الغنوات نأمل في إنه بسي هذه الاجتماعات نتائية تكون في الغريب العائل لمصلحة الإنتاج والمزارعين في المشاريع أشهد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالية الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود للسودان خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التي تقف شاهدا على التعاون بين البلدين وعبر الفريق الركن الغالي خلال مخاطبته احتفال دولة الإمارات العربية بالعيد الوطني الخمسين عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من نهضة تمثل نموذجا فريدا في المنطقة والإقليم وشيرا إلى توافق قياداتها الرشيدة لإستشراف مستقبل زاهر وتطور مستمر حثت منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية الدول بعدم الذعر لمتحور أوميكرون في وقت دعت فيه إلى الاستعداد لانتشاره المحتمل هذا وأثنت منظمة الصحة العالمية على قرار جنوب إفريقيا وابو تسوانا بالإبلاغ عن ظهور طفرة فيروس أوميكرون الشهر الماضي وقالت المنظمة إن الأمر سيستغرق أسبوعين آخرين قبل معرفة المزيد عن مدى قابليته للانتقال ومدى خطورته وشدد المتحدث باسم منظمة العالمية كريستيان ليند ماير على أن البيانات التي تشير إلى أن أوميكرون قابل للانتقال إلى حد كبير هي بيانات أولية فقط وقرر ليند ماير نصيحة منظمة الصحة العالمية ضد حذر السفر الشامل باستثناء البلدان التي لن تتمكن أنظمتها الصحية من تحمل ارتفاع في عدد الإصابات وأضاف أن متحور دلتا أصبح الآن هو المسيطر إذ يشكل أكثر من 90% من الحالات في جميع أنحاء العالم مضيفا أن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها هذا الفيروس ولن نتمكن على الأرجح من إبعاده عن دول بمفردها في أشان الرياضي إذ يواصل فريق الكرة لنادي الهلاس سلة تدريباته التحضيرية استعدادا للسباق الإفريقي والدوري المحلي تحت قيادة البرتغالي جواو موتا المدير الفني للفرقة الزرقاء وطاقمه المعاون حيث أجرى الفريق حصة تدريبية عصر اليوم بملعبه هذا ويعمل ريكاردو سيلفا على زيادة المخزون البدني للفرقة من جانبه واصل المحترفون الجدد تدريباتهم مع الفرقة بكل شغف بقيادة نيجيري إبراهيم مصطفى ودرة الوسط الملوي جيرالد فييرا جونيور هذا وسيغادر الفريق يوم الاثنين القادم صوب مصر لأداء معسكر إعدادي ستتخلى له ثلاث تجارب مع الأندية المصرية وتعول جماهير الفريق على الكوكبة الحالية على إعادة أمجاد الهلال ضمن دور الكبار لفريقي هذا الموسم من جانبه بعث ناد الهلال بأحر آيات التعازي للجماهير والمحبين داخل وخارج الوطن وقدام اللاعبين والجهاز الفني والإداري في وفاة الأستاذ محمد حمز الكوارتي والذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس هذا ويعد الراحل أحد أبرز رجالات الهلال عبر التاريخ بما قدمه من عمل مميز وجهد مقدر في سبيل إعلاء الكيان ورفعته هذا وتقلد الراحل العديد من المناصب منها سكرتير عام ونائب السكرتير وأمين خزينة ورئيس قطاع رياضي وعضو مجلس إدارة وظلت تجمعه علاقات وطيدة مع كافة فئات النادي والوسط الرياضي بصورة كبيرة كما يعد أحد نجوم المجتمع السوداني البارزين من جانبه أعلن نادي الهلال إغلاق أبوابه حدادا على الراحل لمدة ثلاثة أيام شهدت قاعة الأكاديمية الأولمبية بالحديقة الدولية ظهر اليوم من عقاد الجمعية العمومية للاتحاد السوداني للرماية وذلك بتشريف الأستاذ طارق عبد السلام نائب رئيس اللجنة الأولمبية السودانية والأستاذ عماد فاروق أمين مال اللجنة الأولمبية بجانب أعضاء لجنة الانتخابات برئاسة بروف محمود السر والإعلام الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية وخلال الجلسة تمت إجازة خطاب الدورة الذي حمل العديد من النجاحات والإنجازات والتي حققها المجلس خلال الدورة الماضية وعقب اكتمال النصاب القانوني أعلنت لجنة الانتخابات عن المجلس الجديد للاتحاد أو أعلنت برئاسة الدكتور سيف الدين ميرغني والنائب الأول حسن بشير الحمري ونواب الرئيس مهند الفاضل وعبد الله عصام الدين حامد بالإضافة لأعضاء المجلس كل من عبد القادر فضل المولى ومحمد حسن نوفل ومنذر عبد الرحيم وأحمد الصادق وإيهاب سيد أحمد ورفاء حسن خلف الله عالميا الثورة سيرخيو راموس مدافع باريس سينجرمان في خطأ محرج لكنه عمل على تصحيحه سريعا فقد نشر راموس عبر حسابه على انستجرام مقطع فيديو يظهر فيه وهو يؤدي بعض التدريبات على أنغام أغنية فرنسية شهيرة لكن ما لم يكن يعلمه لاعب ريال مدريد السابق أن هذه الأغنية بالذات تستخدمها جماهير أولمبيك مارسيليا الغريم الأزلي للنادي الباريسي لتحفيز اللاعبين قبل دخول ملعب فيلدورم وهو ما جعله يسارع لحذف مقطع الفيديو من حسابه لتفادي هذا الموقف المحرج كشف تقرير صحفي كتالوني اليوم عن محاولتين سابقتين من ريال مدريد لضم فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي الحالي وفالنسية السابق بحسب صحيفة موندو دي بورتيفو فقد أراد ريال مدريد استقدام توريس عندما كان ضمن ناشئي فالنسية حيث نال إعجاب مسؤولي الميرينغي حينما كان يشارك مع فريقه في فالديباس وأوضحت الصحيفة أن الريال كان يرغب في إشراكه كظهير أيمن وليس كجناح أو مهاجم لكن لم تنجح محاولة ضمه وكرر النادي الملكي محاولته لضم توريس عندما كان في طريقه إلى مانشستر سيتي إلا أنه فشل أيضا من جانبه دخل النادي الإنجليزي ثالث في سباق تعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجمي برشلونا في الصيف المقبل هذا وينتهي عقد ديمبيلي في الكامبنو مع نهاية هذا الموسم ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد وتحدث مديره الرياضي فابيو باراتيتسي مع ديمبيلي وقدم له مغريات عديدة أهمها أنه سيكون جزءا من المشروع المستقبلي للنادي تحت قيادة أنطونيو كونتي وسيحصل على راتب كبير يساوي أهميته مع الفريق هذا ويسعى باراتيتسي لحسم العديد من الصفقات المميزة من أجل مساعدة كونتي على الارتقاء بالفريق مرة أخرى بعد أن تراجع مستوى الفريقين في العامين أو مستوى الفريق في العامين الماضيين هذا ولم يفقد برشلونة الأمل في تجديد عقد اللاعب حتى الآن قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عنوين الأمم المتحدة تدعم جهود حمدوخ للتواصل مع قوى الحرية والتغيير الدكتورة سلمة عبدالجبار تترأس اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي والهلال يواصل تحضيراته الجادة بالجوهرة الزرقاء استعداداً للمنافسات الأفريقية والمحلية موسيقى